موسيقى موسيقى خلال ترأسه اجتماعا لفريق الجهد الخدمي والهندسي رئيس مجلس الوزراء يوجه بتركيز الخدمات على المحافظات الاشد فقرا والمحروم من الخدمات موسيقى استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية تمول الاقليم بمائة وثلاثين مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية موسيقى توقعات النيابية بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان وتسارع الحراك السياسي لحسم المنصد موسيقى سوء التغذية والجفاف يحصدان ارواح ستة وعشرين طفلا فلسطينيا والعدوان الصهيوني يواصل عدوانه على غزة موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام اكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اهمية اكمال جميع المشاريع التي اطلقها فريق الجهد الخدمي هذا العام ضمن الاولويات المتفق عليها ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال ترأس اجتماعا لفريق الجهد الخدمي والهندسي بالتركيز على المحافظات المتضررة والاشد فقرا خاصة التي تبتقر الى الخدمات في اطراف مدن بغداد والديوانية والسماوة وبابل والاعمارة وصلاح الدين وبعض المناطق في نينوى وشدد رئيس مجلس الوزراء على وجوب عدم التأخير في معالجة القضايا الخدمية وان يتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس المحافظة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها كما جرى خلال اللقاء بحث ملف الاليات المطلوب شراؤها من وزارة الصناعة لغرض توظيفها في مشاريع الفريقة وفي اثناء زيارته محافظة البصرة التي استمرت يومين افتتح رئيس مجلس الوزراء عددا من المشاريع الخدمية والصناعية المهمة خلال زيارته لمحافظة البصرة كما عقد اجتماعات مع حكومة البصرة المحلية والقيادات الامنية ومع شيوخ العشائر ناقش فيها ملفات عديدة تخص واقع المحافظة هذا والتقى رئيس مجلس الوزراء جمعا من الاهالي والوجهاء في قضاء الامدينة في ختام زيارته الى البصرة وقال في كلمة له خلال اللقاء ان زيارة البصرة ترجمة لمنهج عملي للحكومة في الوصول الى ابعد نقطة والاستماع الى المواطنين والوقوف على احتياجاتهم مؤكدا وضع الحكومة برنامجا مختارا وعملها على تنفيذها بعناية فيما اشار الى توقيع عقود لاستثمار الغاز لانهاء التلوث وتأثيراته السلبية على المواطنين استمعنا لكل الملفات المشخصة من هذه الدوار وكلها تقع ضمن برنامج عمل الحكومة دائما استمعوننا نتحدث نقول البرنامج الحكومي حكومة يجب ان تضع لها برنامج في اولويات مدروسة هذه الاولويات تلامس احتياجات المواطنين وضعناها بعناية وعملنا عليها منذ اليوم الاول نحن نعلم ان التركة ثقيلة ولا نريد ان نتعكز على هذا السبب دائما نتحدث عن هذه المناطق شمال البصرة عن الغاز الذي يحرق وما يتسبب به من امراض نسأل الله الشفاء لكل المرضى نحن بدأنا بالعلاج من خلال معالجة مسببات المشكلة ولم نركز فقط على المستشفيات مسببات المشكلة هي ايقاف الغاز الذي يحرق الذي يصاحب انتاج النفط في هذه المنطقة التي تضم حقول مهمة لانتاج النفط وقعنا عقد مع شركة توتال وباشرة في اعمالها وسوف تعمل ضمن نطاق هذه المدينة والوحدات الادارية سبق وان عملت ولا زالت مستمرة بالعمل شركة غاز البصرة ايضا لإيقاف هذا الهدر في الثروة وبنفس الوقت لإيقاف هذه الآثار السلبية المدمرة على البيئة وعلى المواطنين وفيما يخص الوضع الامني للمحافظة اشار رئيس مجلس الوزراء الى اهمية ادامة الامن والاستقرار بتعاون العشائر والمواطنين واكد التزام الحكومة باداء دورها لا يمكن الحديث عن خدمات وتنمية وعمار وازدهار وشركات اجنبية وعالمية تعمل بدون المحافظة على الامن والاستقرار وهذا ايضا الامن والاستقرار لا يتم الا من خلال العشائر العراقية العربية الاصيلة ان تقف مع الدولة وهي وقفت في كل المحطات دعما للدولة ان العراق اليوم في المسار الصحيح وحكومة الخدمة التي تمثل كل ابناء الشعب العراقي واعية وملتزمة باداء دورها وبالوصول الى الثقة الكبيرة التي تمثل مصدر قوة لنا لأداء واجباتنا ومهامنا تجاه شعبنا وبلدنا الذي يستحق منا الكثير هذا الشعب الذي ضحى ودافع عن الدولة وسيادتها وأمنها وكرامتها انا الاوان ان ينعم بالامن والاستقرار وان ينعم بخيرات هذه البلد الذي حباه الله سبحانه وتعالى بمختلف الثروات والخيرات وهذا لن يتم الا بدعم ومؤازرة الشعب وكل قواه السياسية والدينية والمجتمعية والنخب والمثقفين وفي اللقاء ذاته اكد رئيس مجلس الوزراء اهمية تعزيز الامن والاستقرار وتعاون العشائر مع جهود الاجهزة الامنية واكد اهمية تأمين التنفيذ للبرامج الحكومية الخدمية والاجتماعية والتنموية ومتابعة استكمال المشاريع مشددا على الدور المهم للعشائر في اسناد الدولة والقانون وتعزيز الامن المجتمعي بسم قحطان ويرشاج ابن مير الجزاير حسد شوي حمود وبسم ولاد شيخ الناطرين البصرة عامة وارض الترابة تقول كثير أهلا وسهلا بي يا ابن شياع يا محمد وفي الاهتمام الحكومي الخاص بشريحة الشباب وجه رئيس مجلس الوزراء بتأسيس مركز لتدريب وتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم وتسيير التحاقهم بالعمل في القطاعات النفطية في مختلف الاختصاصات جاء ذلك في أثناء ترؤسه اجتماعا في قضاء الامدينة ضم رؤساء ومديري التشكيلات والوحدات الإدارية لمناطق شمالي محافظة البصرة وأكد أن الزيارة تأتي ضمن منهج الحكومة في الوصول إلى أبعد الأقضية والنواحي وتقديم الخدمات اسوة بمراكز المدن الكبيرة كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة موثلي الوزارات الاتحادية تكون موجودة في القضاء لمتابعة أهم المشكلات والمعوقات والعمل على تأمين خدمات البنى التحتية لها ضمن منهج عمل الحكومة حكومة الخدمات في ضرورة الوصول إلى أبعد نقطة والوقوف على مستوى احتياجات المواطنين الخدمية المعيشية الاقتصادية الأبنية تأتي زيارتنا اليوم إلى محافظة البصرة قضاء الامدينة حيث التقينا في اجتماع موسع بحضور الوابد الرسمي من بغداد من السيد الوزير الصحة والوكلاء والمستشارين وأيضا السادة النواب وبحضور الحكومة المحلية لمحافظة البصرة التقينا الرؤساء الوحدات الإدارية في شمال البصرة واستمعنا منهم إلى عرض مفصل عن واقع الخدمات أهم المعوقات والمشاكل التي تعترف تنفيذ هذه المشاريع والسياقات الإجرائية التي من شأنها تقديم الخدمة لأبناء هذه المحافظة هذه المحافظة، هذه الأقضية، هذه المدن المضحية، المعطاء لكل أرجاء العراق تستحق منا هذا الاهتمام وتستحق منا المتابعة اليوم زرنا هذه المدينة يفترض أن نجد الحلول لكل المشاكل وهذا ما وجهنا به سوف يأتي وفد من بغداد يتواجد هنا في شمال البصرة يلتقي مع كل الوحدات الإدارية وبحضور الحكومة المحلية ونحدد طبيعة المشاكل ومعالجاتها، المشاريع وتخصيصاتها سواء كانت من المحافظة أو من الحكومة الاتحادية وفي الجانب الصحي أكد رئيس مجلس الوزراء تخصيص 166 مليار دينار لإنشاء مدينة طبية في ناحية الشهيد عز الدين سليم وأشار إلى الشروع بإجراء دراسات لإنشاء طريق يربط قضاء المدينة بطريق بغداد أعلننا عن تخصيص مبلغ 166 مليار دينار لإنشاء مدينة طبية في ناحية الشهيد عز الدين سليم هذه المدينة الطبية تضم مستشفى مئة سرير وكذلك مركز لمعالجة الأورام ومركز لغسل الكلة ومركز الثلاسيمة إضافة إلى ثلاثة مراكز الصحية للرعاية الأولية مركز الصحي نموذجي هذه تنفذ على مستوى الوحدات الإدارية لقضاء المدينة والوحدات الإدارية الملحقة بها هذا التخصيص خارج تخصيصات المحافظة من التخصيصات الاتحادية والموجهة للخدمات طبعا صباحا وضعنا حجر الأساس للمرحلة الثالثة من الخدمات المتكاملة في قضاء المدينة الذي يخصص له من المحافظة ضمن تخصيصاتها هناك أيضا مشروع مهم وجهنا بإجراء الدراسات من قبل الاستشاري إحدى الشركات الصينية بالتنسيق مع المحافظة لإنشاء طريق يربط المدينة قضاء المدينة مع طريق بصرة بغداد هذا واحد من المشاريع المهمة التي يحتاجها المواطن طبعا الحديث كان في كل القطاعات على مستوى الوحدات الإدارية في شمال البصرة في قطاع الصحة في قطاع التربية أكدنا على هذا القطاع المهم لإيجاد فرص التعليم لكل أبناء المحافظة وخصوصا في شمال البصرة مهمتنا ومهمة الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية هو تقديم الخدمة ونحن حرصون على تنفيذ كل البرامج والخطط التي من شأنها تحسين الخدمات وفي أثناء ابتتاحه عددا من المشاريع الحيوية والكبيرة في المحافظة وضع رئيس مجلس الوزراء الحجر الأساس لمشروع أعمال تطوير البنى التحتية المرحلة الثالثة في قضاء المدينة ارتفاع كبير تشهده مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد لا سيما في مشروع ساحة النصور إذ تتواصل عمليات نصب الروافد في المجسرات بتزامن مع مال إكمال الأنفاق الثلاثة يأتي هذا في وقت تستعد فيه الملاكات الهندسية في مشروع دورة سيدية للبدء بنصب الروافد مع قرب الانتهاء من صب أعمدة المجسر أفك الاختناق المروري في ساحة النصور ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد يشهد تسجيل ارتفاع في مراحل إنجازة أعمال الركائز وقبعاتها إضافة إلى الأعمدة اكتملت بنسبة مئة بالمئة لمجسري المشروع بوقت انتهت الملاكات الهندسية فيه من تركيب وتثبيت خمسة فضاءات من الروافد وبواقع 16 رافداً لكل فضاء فيما يخص المجسر الموجود في ساحة النصور والذي يربط بين شارع الجواهري وشارع ديمشق وصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة تم إنجاز جميع الركائز وجميع قبعات الركائز وجميع الأعمدة بالإضافة لأنه تمت المباشرة بأعمال نصب الروافد الكونكريتية تم نصب خمسة فضاءات وبواقع 16 رافدة لكل فضاء ليصبح المجموع الرافد المنصوبة 80 رافدة استمر في أعمال حفر النفق الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى أعمال صب أرضية وجدران المقاطع الجاهزة ليس بعيداً عن ساحة النصور أعمال مشروع دورة سيدية تسير بوتيرة متصاعدة الفرق المختصة هنا تمكنت من إكمال مجموعة كبيرة من الأعمدة تمهيداً لتركيب الروافد عليها المجسر راح يربط اللي جاي من الدورة يطلع إلى طريق بغداد حلة واللي جاي من بغداد حلة يطلع يروح للدورة فرح يخفف عملية التقاطعات اللي تصير من اللي جايين من منطقة الدورة واللي جاي من بغداد إلى الحلة ويذكر أن مشاريع فك الاختناقات البرورية تتابع من أعلى مصادر القرار في الحكومة بهدف إنجازها بالمدد المحددة وافتتاحها لمستخدمي الطريق في كرخ بغداد ورصافتها من بغداد محمد العيداني العراقي الإخباري في بغداد أيضا تستمر أعمال مشروع مجسر قرطبة الرابط بين لفق الطيران وتقاطع الداخلية عبورا فوق سريع محمد القاسم وأكد مراسلنا أن الجهة المنفذة للمشروع أنجزت جميع الركائز العاملة في مشروع مجسر قرطبة والبالغ عددها 154 ركيزة مشيرا إلى إتمام جميع الروافد الحديدية العابرة أعلى سريع محمد القاسم للفضاء الواحد بين الدعامات الأربع الرئيسية للمجسر من بغداد إلى بابل إذ تواصل الفرق الهندسية عملها على مدى الأربع والعشرين ساعة من أجل إنجاز تأهيل الشوارع في البنطقة القديمة بالقرب من سوق الحلة الكبير وتم شمول أحياء جديدة بالخدمات ضمن خطة عام 2024 ويقدم الجهد الخدمي معالجات سريعة للأحياء التي تعاني من مشكلات بإعادة تأهيلها في البصرة تتواصل أعمال البناء والتأهيل في منطقة الجمهورية وسط مركز المدينة بعد أن كانت تعاني تهالكا كبيرا في بناها التحتية وقلة الخدمات وشهدت أحياء المدينة المتعددة أعمال إكساء الشوارع الرئيسة والفرعية بعد تأهيل جميع الأعمال لبناها التحتية بعد أن كانت تعاني تهالكا كبيرا في بناها التحتية وقلة الخدمات فيها منطقة الجمهورية وسط مركز محافظة البصرة بأحيائها المتعددة باتت اليوم من بين المناطق النموذجية حيث تتواصل فيها أعمال إكساء طبقة الأساس في الشوارع الرئيسية والفرعية تم إنجاز كافة الأعمال من الخط المطري أعمال باور كيربر، أعمال الإنارة، أعمال الزراعة الآن إن شاء الله المباشر بأعمال الطبقة الإكسائية الخمسة سنتيم للشارع نوعد أهلنا إن شاء الله فيه للبصرة في إنجاز المشروع بأحسن صورة بإذن الله كهرباء زيني، الشوارع زيني، الحدايق زيني حتى هسه واحد يقدر يتنفس، يطلع يعني يتمشي شوية شارع بيوتنا وحصرة يعني ما نقدر حتى نطلع شوية نجتمهوه هسه الحمد لله وشكر شارع الحصادي أكبر شوارع المنطقة الممتد من تقاطع الموفقية إلى تقاطع الحكيمية يجري العمل به على إكسائه بعد أن تم توسعة أبعاده وتوحيد أبعاد الجزرات الوسطية التي شهدت هي الأخرى رصف مقترباتها وزراعتها ونصب منظومات ري حديثة الشارع عرضة 14 متر وكساء 5 سنتيم طبعا فوق طبقة من الأساس قديم كان الشارع يعاني من كثير من المطبات والحفر والطسات السواق عانت أي ما عانت إن شاء الله راح كل هذه تنتهي ويصير شارع حيوي ونموذجي صارت عندنا إنارة، بالليال كل تشان الظلمة عندنا الشارع حسن إنارة وتبليط وبالمطر يصير فياضان ما يلنى الحد التائر التأهيل والتطوير شمل أعمال الصرف الصحي ومد خطوط المياه الثقيلة والأمطار وربط اشتراكات الدور الفرعية بالإضافة إلى نصب محطات كهرباء الاندرغراوند وشبكات الاتصالات للعراقية الإخبارية مرتضى البغدادي البصر وفي محافظة الديوانية أكد مستشار رئيس الوزراء حرص الحكومة على أن يكون العام الجاري عاماً نهوض بالخدمات مبيناً أن زيارته لمحافظة الديوانية تندرج ضمن جهود الحكومة في هذا الإطار للإطلاع على سير المشاريع الخدمية والعمل على الإسراع في إنجازها خاصة مشروعي المستشفى الأسترالي ومجاري الديوانية الكبير الذين سيعملان على تحقيق نقلة نوعية في الواقع الخدمي والصحي في المحافظة بناء على توجيه دولة رئيس الوزراء وحملته الكبرى في عمار البلد وأن يكون عاماً فينة عشرين عام إنجاز مشاريع جديدة وإكمال المشاريع المتلكة ودولة رئيس الوزراء يولي اهتمام كبير لهذه المحافظة وخصوصاً إكمال أكبر مشروعين فيها وهو المشروع المستشفى الأسترالي لأن هذا سيسم في دفع الواقع الصحي في المدينة بشكل كبير ومشاريع مجاري الديوانية الكبير الذي سوف يكون له أثر في خدمة البناء التحتية في المحافظة تأكيد حرص دولة الرئيس على متابعة المشاريع سواء كانت مشاريع اتحادية أو مشاريع تنمية الأقاليم في كافة المحافظات خصوصاً في محافظة الديوانية ومتابعتها هو من أولى الأولويات لدى الحكومة بالتأكيد اليوم حضور السيد المستشار هو دعم للحكومة المحلية في الديوانية أيضاً تستمر الأعمال بوتيرة متصعدة في مشروع جسري بنت الهدى الكونكريتي في مركز المدينة المشروع يهدف إلى فك الاختناقات البرورية الحاصلة بسبب زيادة الكثافة السكانية والتوسع العمراني في مركز المحافظة ونجاز متقدمة في الأعمال المدنية لمشروع بنت الهدى والذي يربط ضفتين نهر الديوانية من اتجاه مدخل بغداد بالصوب الآخر باتجاه جامعة القادسية ومدخل بابل والنجف الأشرف فيما وصلت الأعمال إلى صب الركاز الخارجية على ضفتين جسر الأعمال بإنشاء جسر بنت الهدى الجديد ومستمرة بوتيرة منتصاعدة والحمد لله الآن وصلنا إلى نسبة إنجاز جاوزة الـ 41 إلى 45% من الإنجاز الفعلي مقارنة بالمخطط الذي هو 31% إنجاز المشروع بسرعة المطلوبة قبل إن شاء الله بحدود شهرين إلى ثلاثة شهر يقدم خدمة شبيرة للأهل الديوانية للزحامات الكبيرة التي جاء يصير بسبب عدم استيعاب الجسر القديم لعدد السيارات الموجودة بالمحافظة إكمال الأعمال المدنية في جسر بنت الهدى سيوسم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المركبات بين ضفتين نهر لكون هذه المنطقة تشهد زحاما مروريا كبيرا لا سيما بداية ونهاية الدوام الرسمي تعبتنا الازدحامات كل شو هاي يعني نجي نص ساعة ساعة ثلاثة أربعة ساعة احنا واكفين بالشوارع هاي واحنا كل احنا عدنا دوامات طلابنا جهاننا وكلها بس الجسر بل كي الله شو يفتح لنا مجال يعني جانب الآخر من الجسر إن شاء الله إذا اكتمل مراحلة النهائية راح يخففنا الازدحام بشكل كبير بنسبة كبيرة جدا ما راح يحصل ازدحام مثل ما تلاحظونا الآن ونعمل إن شاء الله أن يكون الانجاز في أسرع وقت ممكن عمل متواصل ونسب إنجاز في تزايد المستمر والهدف إنجاز الأعمال المدنية في جسر بنت الهدى الكونكريتية ضمن المواصفات المطلوبة وبالمدد المحددة وفق معنيين أمين محمد الهلالي العراقية الإخبارية الديوانية وضمن حملة مدرسة أجمل أنجز فريق التواصل الإلكتروني الحكومي عمل إعادة تأهيل مدرسة المحمرة في منطقة الحرية من أجل الارتقاء بالواقع التعليمي اليوم حملة مدرسة أجمل تفتتح مدرسة جديدة مدرسة المحمرة التي أشرف عليها فريق التواصل الإلكتروني الحكومي وإن شاء الله مستمرين في تأهيل هذه المدارس هذه المدرسة الحمد لله تكون مصبع طاع الصف كلها تم شمولها من الداخل والخارج وكذلك الصحيات والحداق كما رافقتنا وإن شاء الله مستمرين في هذه الحملة حتى شمول آخر مدرسة في العراق الحملة اليوم في منطقة الحرية مدرسة المحمرة شملة ترميم المدرسة إضافة إلى تزويد الصبورات والرحلات من خلال حملة مدرسة أجمل ومشاركة أمانة بغداد وبدأ من السيد أمين بغداد بحملة التنظيف والتجير وشعبة الإعلام والوعي البلدي ومشاركة قسم الوعي البلدي في توئية الطلاب إن شاء الله تواصلين في جميع مناطق بغداد مدرستي أجمل وهي هذا الشعار شعار كبير وتحقق فيه إنجازين الإنجاز الأول إنه السرعة في الإنجاز والجودة في العمل افتتح وزير صحة إقليم كردستان سامان البرازنشي مستشفى هرمان العام في قضاء حلبشة التابع لمحافظة السليماني البرازنشي خلال مؤتمر صحفي أكد أن هذا المستشفى الذي سيقدم خدمته للمواطنين والوافدين وإلى السياحة على حد سواء سيعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية في القضاء وفي المحافظة بشكل عام نشعر بالفخر ونحن نفتتح هذه المستشفى وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين أهمية هذه المستشفى تأتي من خلال الخدمات التي ستقدمها للقرى والأرياف وكذلك للسائحين والوافدين اليوم تشهد مدينة حلبشة طفرة نوعية في المجال الصحي تم افتتاح مستشفى حلبشة العام والتي كانت تفتقر لها المنطقة نشكر دور وزير الصحة في حكومة الإقليم وكذلك المحافظة لدعمهم المادي والمعنوي استناد إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وجهت وزارة المالية بتمويل حساب الإقليم بأكثر من 130 مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كردستان العراق وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنصاف الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية في الإقليم وأبلغت وزارة المالية المحكمة الاتحادية بأنه تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان لأن آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط وليتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من الإقليم وافتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي فعاليات الملتق الوطني الأول للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق ودع المندلاوي في كلمة له بالفعاليات إلى أهمية حسم اقتيار أعضاء مجلس المفوضي للدورة الثالثة بعد أن تأخر ذلك كثيرا مشيرا إلى أن الموقف الرسمي للدولة مع تعزيز واقع حقوق الإنسان وأن الدستور ألزم السلطات كافة باحترام هذه الحقوق وأكد حرص مجلس النواب على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والرقابة على المسؤولين التنفيذيين في تطبيقها بالشكل السليم برلمانيا أجل مجلس النواب جلسته المقرر عقدها هذا اليوم إلى يوم غد الثلاثاء وتتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلطة وكذلك القراءة الأولى لبشروعي قانوني حماية الملكية الفكرية والتعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة وتقرير مناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية هذا هو ما زالت القوى السياسية تجري حراكا للإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب مع ترقب الاتفاق في داخل القوى السياسية السنية على مرشح واحد وسط توقعات نيابية بأن يحصل هذا الاتفاق في الأيام المقبلة حراك سياسي للاتفاق على مرشح منصب رئاسة البرلمان قبيل تحديد موعد جلسة الانتخابات لقاءات واجتماعات سياسية على مستويات متعددة لحسم الاتفاق داخل المكون السني قبل التوجه نحو الكتل والتحالفات الشريكة هناك مرشحين مرشح من تقدم ومرشح من النواب السنة البقية أعتقد خلال الأيام القادمة سيكون هناك مرشح لرئاسة مجلس النواب في الجانب الآخر فإن الكتل الشيعية والكردية تترقب وحدة المكون السني في ترشيح الرئيس أو الذهابي مع الأغلبية العددية إذا لم تتفق الأطراف المختلفة على مرشح وحيد للمنصب هناك اتفاقات سياسية مع الشركاء لكن إنه الرأي الأول والأخير لأعضاء مجلس النواب باختيار من يمثلهم في رئاسة مجلس النواب دستوريا منحت المحكمة الاتحادية مساحة قانونية للبرلمان في انتخاب الرئيس حتى وإن تأخر حسم الدعوة المقامة على جلسة ومرشحي ذلك المنصب وأن التأخير لا يعطل مهام البرلمان في الرقابة والتشريع ومع اتفاق نصف الكتل السنية على مرشحها لمنصب رئاسة البرلمان تترقب الأطراف الأخرى حسم الاتفاق على مرشحها أو الذهاب وتكرار سيناريو الجلسة الأولى والذهاب بأكثر من مرشح لجلسة جديدة يدعو لها البرلمان سجاد الموسوي العراقية الأخبارية بغداد مشاهدين الكرام نقترب أكثر من هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة من بغداد الخبير القانوني الأستاذ علي أستاذ علي أستاذ علي في ظل عدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان برأيك كيف سيتم حسم الأمر وفقا للدستور والمقترحات القانونية لحسم هذا الانتخاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ حمزة وساد المشاهدين شكرا على الاستضافة طبعا الدستور العراقي بالمادة 55 كان صريح وواضح أنه يتوجب على البرلمان انتخاب رئيسا له في أول جلسة يعقدها وهذا ما أكده القرار المحكمة الاتحادية 322 التفسيري اللي فسرت به المادة 55 وهو أيضا ما أكدته المادة 12 على 3 من نظام البرلمان الداخلي رقم واحد لسنة 2022 هناك طبعا تعرف حضرتك توجهات لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لأنه حقيقة توجد أمور لم تعالج في المادة 55 ولا المادة 12 منها ماذا لو تساوى الاثنين في عدد الأصوات ماذا لو لم يحصل أي من المرشحين على نصف العدد الكلي زائد واحد هذه المسائل تحتاج إلى أن تعالج بالمادة 12 على 3 اللي تحدثت عن انتخاب رئيس البرلمان وأعتقد أنه تعديلها مهم أتفق مع ذلك لأنه بقاء الإدارة من قبل نائب رئيس البرلمان طبعا هو يخالف الدستور ويخالف النظام الداخلي رغم أنه المادة 35 من نظام الداخلي تقول أنه يحل النائب الأول محل الرئيس عند غيابه طيب يعني هو تأخر كثيرا هذا الموضوع موضوع انتخاب رئيس البرلمان برأيك هل هي هذه العقدة الوحيدة يعني أنه هناك إجراء تعديل بالنظام الداخلي للبرلمان لا سما بالمادة المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب المشكلة يعني حتى قرار المحكمة الاتحادية التفسيري رقب 3220 قال أنه يتم انتخاب الرئيس في مدة معقولة مدة ليست طويلة الموضوع يخضع أستاذ حمزة دائما للتوافقات منصب رئيس البرلمان ليس كمنصب رئيس الجمهورية أنه توجد جولتين والجولة الثانية الذي يحصل على الأصوات يكون هو رئيس الجمهورية لا يعني منصب رئيس البرلمان يختلف أنه يتوجب في كل الجلسات التي تعقد أن يكون نصف العدد الكل زاد واحد الذي يحصل عليها هو الذي يحمل مطرقة الرئيس بغير ذلك لا يمكن أنه يفوز أحد بالتصويت طبعا مثل ما تفضلت الدعوة المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر في مسألة انتخاب الرئيس لأنه ممكن هم يشرعون في انتخاب رئيس البرلمان إذا المحكمة قبلت الدعوة قالت أنه الجلسة غير صحيحة هنا نكون أمام ترشيح جديد فتح باب ترشيح جديد وإذا رددها يعني تنشي الإجراءات كما هي دون أن يكون هناك مرشحين جدد يعني الجلسة الجديدة تقتصر فقط على المرشحين الاثنين أو الثلاثة الموجودين دون إضافات وهذه أيضا تحتاج إلى تعديل يعني ماذا عن فتح باب الترشيح يعني قلنا بالنسبة للتعديل طيب طبعا هذا الموضوع له تداعيات أساب علي يعني تداعيات استمرار الخلافات السياسية يعني وعدم التوافق على بقاع منصب رئيس البرلمان شاغران يعني كيف يمكن أن نتجاوز هذا الأمر يعني هي المشكلة كما ذكرت لك نحن عندنا في العراق التوافقية تأخذ هذا الزمن أو الوقت الطويل يعني جلسات كثيرة عقدت للبرلمان ولم يتم انتخاب الرئيس حتى توجد جلسات استثنائية هل أنه الجلسة الاستثنائية ممكن أن نحتبرها جلسة عادية هل يمكن فيها أن يتم انتخاب الرئيس طبعا النص الوارد بالمادة 55 مطلق جاء مطلق قال فيه أول جلسة عقد لم يقل جلسة استثنائية لم يقل جلسة عادية والقاعدة القانونية تقول لك المطلق يجري على أطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده إذن بالنتيجة يعني هذه المسألة أنه هاي المدة يعني في أول جلسة صحيح هي مدة تنظيمية تسمى في القانون لكن البعض يراها يعني مدة حتمية وإن لم تقترم بجزاء يعني هذا الموضوع طبعا مهم جدا لأن تعرف حضرتك حتى هيئة الرئاسة تبدل اسمها في قرار سابق للبحثة الاتحادية في سبع طعش أنه سميت رئاسة البرلمان رئيس البرلمان ونابي فبدون الرئيس يعني المسألة منقوصة في عمل البرلمان نعم نشكرك جزيلا على كل هذه التفصيلات الخبير القانوني شكرا لأستاذ علي التميمي شكرا لأستاذ أمنيا أعلن قائد شرطة محافظة ذيقار لواء مكي الخيغاني القبض على متهمين وضبط أسلحة واعتداء متنوعة خلال عملية أمنية في قضاء البطحاء غربي المحافظة وأكد قائد شرطة أن القوة المنفذة للواجب باشرت مهمها فجرى هذا اليوم بعمليات ضرب الأطواق الأمنية والانتشار ومسكي جميع الطرق المؤدي إلى المناطق المقصودة والخارجة منها بهدف السيطرة التام وأشار إلى استمرار العمليات الأمنية للبحث عن الأسلحة والمطلوبين للعدالة ومثيري النزاعات العشائرية للحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة والحمة في الشأن القضائي أصدرت محكمة جنايات محافظة باب الأحكام بالإعدام على ثلاثة تجار مخدرات أحدهم يحمل الجنسية الأجنبية وأكد أعلم القضاء في بيان أن المدان الأول ضبط وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة فيما ضبط بحوزة الثاني مائة ألف حبة مخدرة من نوع المثيل انفتين بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين وأضاف أن المدان الثالث الذي يحمل الجنسية الأجنبية كان منخريطا في شبكة دولية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرات وفي استرداد الأموال بحث رئيس مجلس القضائل على القاضي الدكتور فائق زيدان هذا اليوم مع الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد ألين أندريزي التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية المشتركة واستمرار تقديم الدعم لتدريب الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ويستند عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري على مرتكزات أساسية وضعها الإطار التنسيقي وإتلاف إدارة الدولة للمضي في تلبية تطلعات الشعب وإجراء الإصلاحات الاقتصادية وفي تعزيز الأمن القوى السياسية تجدد الدعم لعمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتوجهات الأخيرة في ملف الخدمات والبنى التحتية إضافة إلى دعم الفئات الهشة والإصلاحات الاقتصادية نواب من الكتل المكونة للإطار التنسيقي أكدوا أنهم سجلوا نجاحا في عمل أغلب المؤسسات التنفيذية التي التزمت بتطبيق برنامج السوداني منذ اليوم الأول على التكليف هناك خطوات جيدة من الحكومة اليوم جاء يصير باتجاه الإعمار خصوصاً والبنى التحتية في بغداد وحتى التجديد على المحافظات والمحافظين ذهب إلى بناء اقتصاد للبلد هناك توجه من الحكومة هذا جداً مهم استثمار الغاز أمانة شيء إيجابي يحسب للحكومة ذهب إلى تطوير القطاعات الخدمية مثل الكهرباء مهم جداً وتعاقدات صارت مهمة نعم مع دعم الحكومة بملفاتها اللي نعتقد هي جيدة وناجحة بيها اتلاف إدارة الدولة يرى أن تحركات القيادة العراقية بشأن عادة تنظيم العلاقات مع دول الجوار والعالم وعقدها اتفاقات رصينة بشأن استرداد الأموال والمطلوبين فضلاً عن تحركاتها بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي أبرزت ملامحة واضحة لالتزام الحكومة بمنهاجها السيد رئيس الوزراء يتسير بوتيرة ممتازة ووتيرة اعمار ووتيرة إصلاح ووتيرة تغيير فنحن معه نحن لازمنا نؤيد السيد رئيس الوزراء في كل مساراته هو عازم على وضع كثير من الحلول وقدم فإن شاء الله تصور الكل يدعمين هذا الصدد ولا بد أن يكون ندعم هذه الحكومة الدعم السياسي للحكومة وفق أراء المراقبين يدفع باتجاه مضيها نحو بر تنفيذ برنامجها دون معوقات البرنامج الذي أعطى الأولوية لكل ما أهمل في الفترات الماضية ياسر عامر العراقية الإخبارية بغداد وفي إجراءات هيئة النزاهة نفذت الهيئة أمر القبض بحق المدير العام الأسبق لدائرة صحة محافظة صلاح دين وثمانية موظفين آخرين على خلفية صرف أكثر من 12 مليار دينار استنادا إلى معاملات صرف وهمية وأكد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن فريق التحرر الخاص بمكتب تحقيق صلاح الدين كشف عن صرف المبلغ عبر تنظيم 62 معاملة صرف وهمية للأمانات الضريبية وأضاف أن الصرف تم بأسماء عدد من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبية والمكاتب العلمية لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية لافتا إلى صرف المبالغ من رصيد حساب الأمانات المفتوحة لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وفي بلد دون علم أصحاب تلك الشركات كما أفصحت هيئة النزاه الاتحادية عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد وفي المحافظات وفي عدد المتهمين المضبوطين في العام الماضي وأعلنت الهيئة تنفيذ 2766 عملية ضبط بلغ عددها وبلغ عدد المتهمين المتلبسين فيها بالجرم البشهود 1283 فضلا عن ضبط مبالغ مقدارها أكثر من مليارين ونصف المليار من الدنارات بلغت قيمة أموال الفساد المهربة خارج العراق 11 مليون وأربعمائة ألف وخمسمائة دولار أمريكي بالإضافة إلى عشرة أقارات هذه في قضية تحقيقية واحدة حصيلة عام من ملاحقة مافيات الفساد هيئة النزاه الاتحادية توسع دائرة نشاطها بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الوطنية والأجنبية فريق كشف عمليات الفساد ومكافحتها في الهيئة طور من آليات التحديد أي نشاط غير شرعي يستهدف المال العام استرداد كثير من الأموال سواء كانت بالدولار الأمريكي أو بالدينار العراقي كذلك استرداد المتهمين من خارج العراق وبلغ عدد المستردين من خارج الثمانة عشر متهم ومدان وطبعا هؤلاء ما بعدهم هو استرداد الأموال التي سرقوها والتي بذمتهم والتي ثابتة بالأحكام القضائية التضخم في الأموال والكسب غير المشروع احتلى جانبا مؤثرا من عمل هيئة النزاهة خلال العام الماضي قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع أشار في الفصل الرابع على الكسب غير المشروع والتضخم الأموال وحدد الجهات المشمولة بتقديم كشف الذمة المالية حقيقة التعديل الجديد سوف تكون له فعالية ويقوم بتفعيله من قبل دارة الوقاية ولن يكون كقانون الرقم 15 سنة 1958 أي لن يكون حبرا على ورق علاقات العراق الدبلوماسية الإيجابية مع محيطه وأصدقائه حول العالم مخرجاتها في حربه لمكافحة الفساد كان في مقدمتها تعدد مذكرات استرداد المطلوبين حازم الشرع العراقية الإخبارية بغداد وبعد خطط الإصلاح الاقتصادي حقق العراق ارتفاعا ملحوظا في الناتج الإجمالي غير النفطي بلغ نحو 6 من المئة من النمو الاقتصادي وزارة التخطيط أكدت أن التحول التدريجي إلى تنويع الاقتصاد والاعتماد على الواردات غير النفطية فتح للعراق أفاقا عديدة نحو اقتصاد رصيد ورصيد ومتكار العراق يحقق نقلة بنسب الواردات غير النفطية تصل إلى أكثر من 5% بعد الاعتماد الكل على الواردات الأحادية لسنوات طويلة وزارة التخطيط بدورها أكدت أن الأمر يفتح للبلاد آفاقا عدة نحو اقتصاد متكامل ورصيد نحن في وزارة التخطيط أيضا ضمن خططنا التنموية واستراتيجياتنا الاقتصادية وأيضا ضمن رؤية العراق للتنمية السدام 2030 أعطينا مساحة جيدة للقطاعات الأخرى غير النفطية هذا من باب التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي المعتمد بشكل كبير على النفط الاقتصاد متعدد هذا الدعم حقيقة وهذه الإجراءات وهذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن مستوى مساهمة كثير من القطاعات في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أكثر من 5% أو 6% تقريبا نسبة النمو فيها عبر تشكيلاتها البحرية والجوية والبرية حققت وزارة النقل أرباحا إضافية لرفض خزينة الدولة فضل عن مشاريعها الاستراتيجية الواعدة كميناء الفاو وطريق التنمية وغيرها مشروع طريق التنمية هو المشروع الواعد هذا المشروع سيكون هناك في مدينة صناعية في مدينة الفاو وكذلك سيكون هناك مدنة صناعية على جانبه الطريق وأيضا تجمعات سكانية ومراكز تسوق هذا سيكون هناك بتعظيم الإرادات الدولة وستكون هناك زيادة بإرادات المشروع من خلال كمية نوعية المشاريع اللي داخلنا من هذا المشروع الستراتيجي كذلك أيضا سيكون هناك تجارة عكسية من أوروبا باتجاه الشرق وكذلك من الشرق باتجاه أوروبا هذا المشروع سيكون هناك أضافة نوعية للاقتصاد العراقي بالإضافة للبترول بناء قاعدة اقتصادية رصينة هدف تسعى الحكومة إلى تحقيقه عبر تنشيط حركة أبرز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والتجارة والصناعة فضلا عن إنشاء مشاريع استراتيجية متينة كالمدن الصناعية الجديدة بعدد من مدن العراق سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين العراق وسوريا في الملف المائي كان من أبرز لتائج زيارة وزير الموارد المائية إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه نظيره السوري لمناقشة كيفية مواجهة التحديات المشتركة والارتقاء بالواقع الإروائي في البلدين زيارة أثمرت عن توقيع مذكرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين من أجل مصلحة سوريا والعراق جولة الوفد الوزري إلى الأراضي السورية أكد من خلالها وزير الموارد المائية العراقية على تعميق العلاقات السورية العراقية وضرورة توحيد الرؤى ومواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بالواقع الإروائي في البلدين وإقامة الندوات وورشات العمل في البلدين واستمرار تبادل الزيارات على المستويين الوزاري والفني إنشاء محطات قياس مشتركة اتفاق على كثير من الأمور على الحصص المائية كيفية توزيعها ووصولها إلى الحدود العراقية وفقا لما يطلق على الحدود السورية التركية وفق اتفاقيات موجودة مسبقة في هذا الجانب على هلأساس هذه كانت نتائج هذا المحضر كما أكدت الزيارة على أهمية الاتفاق على الحصص المائية وتوزيعها ضمن اتفاقية مسبقة كما أكد وزير الموارد المائية السوري المهندس حسين مخلوف على تطابق المواقف والرؤى التي تم العمل والتنصيق عليها بتنفيذها على أرض الواقع اليوم هذه المزكرة تظهر تطابق كامل بكل المواقف والرؤى والخطط والبرامج التي نعمل عليها بشكل كامل اليوم تم التأكيد على التزامنا بتنفيذ الاتفاقات الموقعة فيما بيننا سابقا وتم التأكيد أيضا على تبادل البيانات بشكل مستمر ودائم أيضا السير قدما بإنشاء محطة القياس المشتركة على الحدود السورية العراقية وختمت الجولة بالاتفاق على مواصلة العمل بالدورات بما يخدم مصلحة البلدين لقناة العراقية الإخبارية من مبنى وزارة الموارد المائية في سوريا راني موح في اليوم السابع والخمسين بعد المئة من العدوان الصهيوني على قطاع غزة يواصل الجيش الاحتلالي لقصفه للمكثف على مدن وبلدات في أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية موقعا العشرات بين شهيد وجريح وارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى ستة وعشرين شهيدا بعد استشهاد ثلاثة أبطال جدد بمجمع الشفاء الطبي وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو مائة وعشرة آلاف دخلت الحرب في غزة يومها السابع والخمسين بعد المئة على وقع استمرار القصف الصهيوني من شمال القطاع إلى جنوبه فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان المبارك وكانت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا قد أعلنت أن خطر المجاعة في شمال قطاع غزة يتفاقم مبينة أن الاحتياجات الإنسانية الهائلة لأكثر من مليوني شخص في غزة يواجه خطر التفاقم ويواجه ما يقارب نصف مليون شخص المجاعة منذ تقليص برنامج الأغذية العالمي المساعداتي التي تصل إلى المنطقة حيث بدأت هذه الإمدادات الغذائية تنفذ وشحت أغذية أساسية كالطحين والأرز بشكل حاد ويرقى باللوم في هذه الأزمة على المجتمع الدولي حسب ما أعلنه أحد المهجرين الذي تبرع بطهي طعام في الشارع لإسكات الأطفال الجوع حيث شكلت صفوف طويلة من السيدات والأطفال أمام مطبخه في الشارع بشمال غزة ويعتقد أن هناك ما يقارب من 300 ألف فلسطيني في شمال غزة حتى بعد أن أمرت القوات الصهيونية بإخلاء المنطقة بأكملها ويشمل ذلك مدينة غزة منذ تشرين الأول وتلقى سكان مدينة غزة وشمالها مساعدات في الأسابيع الأخيرة وفق ما ذكرته الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى لكن الوضع يزداد سوءا في ظل استمرار القصف رغم تحذير الأمم المتحدة من مجاعة كبيرة لا يمكن السيطرة على تداعياتها هكذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الفترة هذا تذكر بأهم يعناوينها خلال ترأسه اجتماعا لفريق الجهد الخدمي والهندسي رئيس مجلس الوزراء يوجه بتركيز الخدمات على المحافظات الأشد فقرا والمحرومة من الخدمات استناد إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية تمو للإقليم بمائة وثلاثين مليار دينار لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية توقعات النيابية بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان وتسارع الحراك السياسي لحسم المنصب سوء التغذية والجفاف يحصدان أرواح ستة وعشرين طفلا فلسطينيا والعدوان الصهيوني يواصل عدوانه على غزة جزيلا نشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة